النائب برلماني بريطاني يعلن أيضا استقلته وبتعلن الحكومة البريطانية قالت النائب البرلماني بول بريستو من منصبه كسكرتير برلماني لوزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بسبب دعوته لوقف اطلاق النار فورا في غزة حيث أكدت الحكومة أن رسالة النائب بول بريستو التي أرسلها للرئيس الوزراء لوقف اطلاق النار في غزة التي تتوافق مع مبادئ المسؤولية الجماعية وموقف الحكومة تجاه الأحداث في غزة شكل تاني ومش أول مرة أيضا زي ما أشارنا إلى الرأي العام وإلى المواطنين وإلى الشعوب اللي بدأ يتشكل زي نموذج داغستان أن يبقى مجموعة تخرج تقول لا إحنا مش عايزين هذه الجنسية على أراضينا زي النجوم اللي بيطلعوا يكتبوا ويشيروا إلى استنكرهم لما يحدث حقيقة أيضا إحنا أصاد مجموعة من أصحاب المناصب البعض منها حكومي البعض منها برلماني البعض منها قد يكون في منظومات الحكم المختلفة أنه يحتج على مجمل المشهد ويشير بطرف خفي إلى دولته اللي هو بيحتل فيها هذا المنصب الرسمي ويجد أن من الدوافع الأخلاقية والإنسانية أنه هو يقدم استقالته كلام دا حصل في وزارة الخارجية الأمريكية والحقيقة مش من أيام بعيدة لين كان واقف بيقول مرة في لقاء صحفي بيوجه كلامه لكل العاملين في الخارجية الأمريكية قال لهم إحنا في موقف عصيب وفي موقف مش سهل وكده وإنه ممكن يتم استهدافك وكان بيتكلم معهم بيحاول أنه يهديهم بيحاول يرمم الرأي العام الداخلي جوه وزارته والخارجية الأمريكية ربما عندها كمان الطلاع على ما لا ينشر على وسائل الإعلام أو ما يتم سمح بتمريره من داخل المشهد عندهم الطلاع على عدد الضحايا يعني دي من الوزارات اللي بتتابع الموقف في قطاع غزة وفي إسرائيل عن كثب وكل ساعة وكل دقيقة فخرج أحد مساعدي وزير الخارجية ليقدم استقالة المهاردة هو حضيك بتقولي من دقائق بريطانيا يعني موقف مش بعيد الحقيقة عن التصور أكتر من تقرير خرج خلال الأيام الماضية تحدث عن كيف تغير موقف الرئيس الفرنسي وكانوا بيشيروا بالمناسبة إلى زيارة الرئيس الفرنسي لمصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبيقولوا أن اللي يتابع يعني هذا تقرير فرنسي منشور وبيفسروا ليه ده حصل لكن كانوا بيصفوا زيارته للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أن ده يعني تغير كبير جدا جدا في موقف فرنسا عن الوضع في الأيام الأولى من الأزمة اللي هي برضو كان صوتها عالي جدا في تأييد إسرائيل وفي إطلاق يدها في ردود الأفعال وغيره بيقولوا عايزين تقرنوا المشهدين شوفوا الرئيس مكرون كان بيتكلم إزاي في الأسبوع الأول ورجعوا ما قالوا مكرون وما جرى أثناء زيارته إلى مصر ولقاءه بالرئيس المصري هكذا هم اللي كانت بيهن السبب اللي قدموا الفرنساويين لهذا التحول هو موجة كبيرة جدا داخل البرلمان الفرنسي سبقت هذه الزيارة بـ 48 ساعة أكتر من نائب ونائبة وفيه أكتر من مقطع فيديو أيضا بث على وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة ومترجم علشان هو باللغة الفرنسية حوالين كلمات قاسية للغاية وجهت إلى ما تقوم بإسرائيل كردة فعل ويصفوها فعلا يعني بالنرد فعل متجاوز بكل المقيس وإن لا يمكن يعني هم يدينوا عملية طفان الأقصى ويدينوا القتل اللي مارسوا فصائل المقاومة ضد الإسرائيليين لكن الحقيقة كلامهم ما بيقفش عنده هنا لكن بيوصفوا الموضوع بشكل موضوعي من وجهة نظرهم هم لكن هذا التغول الكبير في رد الفعل هذا أمر غير مقبول الحديث عن تهجير قصري الحديث عن إخلاء مدنهم التضييق على مستوى الخدمات الصحية أن حتى في الحروب ما بين الجيوش بمجرد ظهور الهلالة الأحمر أو الصليب الأحمر دول ناس القوانين والأعراف الأخلاقية وقلون الدول الإنساني وغيرها من النصوص القطعية مفروض أنها بتحمي هؤلاء حتى لو هم في ميادين قتال ما بين دول بعضها وبعض وبيوش بتتقاتل ما بال الأمر وأنها دولة وتحتل مواطنين فالحقيقة المسؤولة عنهم ترجمة نانسي قنقر